في هذا الفيديو سنجيب عن سؤال وزير الاتصالات الإيراني دائما أسأل نفسي لو كان الحسين موجودا في زماننا فماذا كان سيفعل؟ إذا كان الحسين يعيش في هذا الزمان وفي بلاد تحت سيادتكم لفار ضد السرقات المليارية والسلب والنهب ولتغيير السيادة التي تفسد أكثر من يزيد ولكان قال إمام الولي الفقيه استفاده کنن برای زدن تو سر مسؤولین کشور ديگه نباید خیلی شش بدن قضيه را ولكن إمام الحسين لكان استمر في محاربة الفساد و ثورته دست شندگان سرویس های جاسوسی قربی و سهیونیست اگر خاتم ندم امراق مسؤولیت طبعات اون بوده اونهاست ففي النهاية سيعتقل الأمن الإيراني الإمام الحسين ولا اتهمه وفق المادة 512 من قانون العقوبات الإيرانی بتهمة العمل ضد الأمن القومی الإيرانی عبر الاجتماع والتواطئ بهدف اسقاط نظام الولی الفقيه وبعد التعذیب سيرغم بتسجیل اعترافات قصرية عبر التلفاز وإعلان صلته بالأجانب وأمريكا وفي النهاية حكومة الولی الفقيه تعدم الإمام الحسین